تجدد القصف على قواعد التحالف الدولي في العراق للمرة الثانية بعد مرور عشرة أيام على انتهاء مهلة استمرت أربعة أشهر عطتها فصائل مسلحة للحكومة العراقية للعمل على إخراج قوات التحالف من البلاد مصادر سياسية رجحت أن التصعيد جاء بمثابة رسالة رفض من طرف الفصائل المسلحة بالتزامن مع الحوار العسكري بين العراق وواشنطن بخصوص تعاون ثنائي طويل الأمد وانسحاب قوات الأمريكية من البلاد عدم التطرق لملف انسحاب التحالف في بيان اللجنة الأمنية المشتركة أثار غضب الفصائل المسلحة التي أكدت أن ما جرى في واشنطن يثبت وجود نية مسبقة لدى الأمريكيين في الاستمرار بوجودهم على الأراضي العراقية ما يعني أن الفصائل في حل من التزاماتها بما يخص المهلة المنتهية تجدد القصف وضع الحكومة العراقية بموقف حرج بعد تأكيدات التزاماتها المطلقة بحماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمرافق الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف وفق البيان المشترك بين البلدين